موسيقى الأستيوارثرايتس عبارة عن جوينت ديجنراتف ديزيز بيحصل فيه السينوفيال جوينتز لو بصينا هنا هنلاقي توبونز وما بينهم كارتليج عشان يسهل الارتكوليشن ما بينهم اللي بيتحكم في الكارتليج هو الخلايا اللي اسمها كوندروسايتس الكوندروسايتس ديب تتحكم في الانابوليزم والكتابوليزم بتاع الكارتليج عن طريق انها بتطلع سنتيتك انزيمز و ديجنراتف انزيمز و دايما فيه بالانس ما بين الاثنين انما لو حصلت حاجة وجهة الكوندروسايتس النات طالع ديجنراتف انزيمز اكتر هيبتدي يحصل كاتابوليزم للكارتليج و تبصي تلاقي الجوينت شكله بعمكلة طيب ايه الحاجات اللي بتخلي الكوندروسايتس تمشي في سكة الكاتابوليزم اشهر الحاجات دي هي الايجينج انه الواحد يكبر في السن كمان الاوبيزيتي اللي هتأثر بشكل واضح على الهب والني والانكل جوينتز الجناتك بريدس بوزيشن و دول هم الريسك فاكتورز خلايا الكوندروسايتس هيحصل لها ايجزهوسشن من كتر ما الفاكتورز دي بتعملها استيميوليشن و هيحصل لها ايبوبتوسس يعني سيستاميك سيل ديث و بالتالي الاميون سيلزه تيجي على الحتة دي عشان تتخلص من الخلايا الميتة دي و تبتدي تطلع اميون ميدياترس هي دي بقى اللي هتأمل الانفلاميشن لو عيان جالك عنده خمسين سنة او اكتر بيشتكيلك من جوينت بين والبين ده بيخفه لما بيرتاحه و بيزيد لما بيتحرك و بيقولك كمان انه عنده مورنينج ستيفنس بياخد اقل من نص ساعة عشان يروح ممكن على فكرة ما يبقاش فيه مورنينج ستيفنس لو انت حطيت ايدك على الجوينت هتحس بتقطاء كده اسمها كريبيتوس و معاها بوني تندرنس ده كده بيشخص العيان على انه استيوارثريتس مش بتحتاج تعمل اكس راي لكن لو عايز تتأكد بالاكس راي بص هنا كده هتلاقي نرو جوينت سبيس تقريبا مفيش مسافة خالص لانه الكارتجي التاكل لو ركزت شوية هنا كده هتلاقي حتة بون زيادة طالعة اسمها استيوفايتس هتلاقي برضو حاجة اسمها سابكندرال سكليروزيس يعني الدنسيتي بتاع البون في الجوينت لاين هتزيد وفي المراحل الليت هتلاقي كمان سابكندرال سيستس وصلت على الهاند هتلاقي دستل انترفالينجي الجوينت أفكتد والبراجسم الانترفالينجي الجوينت أفكتد والاستيوفايتس كمان هتلاقي الكارب وميتا كاربج يجو architecture نبص على الهاند من بره فوق خالص هتلاقي اسمه هيبردينز نوز تحت شوية هتلاقي البودشيرز نوز وكمان هتلاقي سكورنج فيه البيز بتاع الثنب في التريتمنت بنتدي باراسيتامول او اسمه اسيتامينوفين وممكن ندي انسيدس بس مننساش ندي معها كروتون بومب انهيبوتوس عشان ما تعملش بابتك ألسرز والحاجات دي عشان نعلل البين لكن لو البين ده سيفير ممكن ندي جلوكو كورتيكويز انترا ارتكيلر مرة كل ست شهور لان اصلا الكورتيزون كاتابوليك بس الميديكال تريتمنت لوحده مش كفاية لازم نحتم بالن فارمكولوجيكال ثيرابي حاجات زي الفيزيكال ثيرابي والاكسرسايز والويتلوس